بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكل مشاهدي قناة الآلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير وحلقة جديدة من برنامجكم التريند برنامج سوشيال ميديا مهتم بكل كبيرة وصغيرة لجماهير النادي الآلي في كل مكان في مصر وفي الوطن العرب وفي كل بقعة من بقاع الدنيا جماهير النادي الآلي العظيمة اللي بالتأكيد لها تفاعل كبير عبر السوشيال ميديا مننا هنا عبر شاشة قناة الآلي ومن خلالكم من خلال تفاعلاتكم سواء عبر صفحات القناة الرسمية عبر الفيسبوك أو تويتر أو حتى انستجرام دايماً إحنا معاكم وهنكون مرآة لكم في كل الأوقات حتى القضايا اللي ممكن تناقشوها عنوضح لكم بالضبط الحقيقة فين والترند هل صحيح ولا فيه حد بيعلي عليه وممكن يكون ليه غرض ما عشان ما يصيرش أي بلبلة في الرأي العام حالة النهاردة فيها مفاجآت وفيها معلومات وفيها نقاط مهمة جداً لأن خلاص ابتدى التواصل بيننا وبين جماهير النادي الآلي عبر السوشيال ميديا أي شيء موجود لجماهير النادي الآلي بوست تويتر صورة فيديو هنقوم من خلالكم هنا بنقرضها حتى المعلومة هنكون معاكم حتى السؤال هنشاركو حتى الإجابات على استفساراتها اللي احنا ممكن نضعها على الصفحة هتكونوا معانا وتجاوبوها وفي نفس الوقت هنعرض كل مشاركاتكم معانا ونشوف إجاباتكم على كل الاستفسارات اللي ممكن نترحها في سؤال كل حلقة وقبل حلقة بوقت ممكن إن شاء الله تشاركو معانا فيه وناخد أبرز الإجابات وبالتأكيد بيبقى فيها أيضاً كمان بعض المعلومات المميزة لأن دايماً جمهور النادي الآلي جمهور واعي جداً وعارف مصلحة ندي ودايماً بيشارك معانا بشكل رائع ومتميز شاركو معانا عبر هاشتاج الترند اللي موجود من خلال كل صفحات القناة الرسمية عبر السوشيال ميديا وكمان عايزين أنكم تجاوبوا معانا على السؤال النهاردة اللي احنا طرحناه عبر السوشيال ميديا عبر فيسبوك وعبر تويتر وإنستجرام والسؤال لإقلاقة من الفرق أو من الفريق اللي ممكن يكون الأوفر حظاً بعد عودة نظام الزهاب والقياب لبطول الدورة أبطال إفريقيا خلال الفترة القادمة الفترة الأخيرة ممكن احنا لاحظنا إن البعض ممكن بيقول استطلاعات رأي وقراء لو المباراة محيدة لكن دلوقتي المباراة رجعت للنظام القديم نظام الزهاب والقياب طيب جمهور النادي الأهلي أو الجماهير المصرية بشكل عام والعربية والمغربية أيضاً تشارك معانا عبر هذا السؤال وتقول من الفريق اللي ممكن يكون الأوفر حظاً أداءه ممكن يكون بيساعد في فكرة الزهاب والقياب أداءه التكتيكي أداءه الفني أداءه المهاري التاريخ والحظ كمان ممكن بيكون بيساند من الفريق اللي ممكن نظام الزهاب والقياب بيساعده إن هو يقدر يطلع بنتيجة أفضل قبل المباراة النهائية على المستوى الشخصي وعلى المستوى الإعلام طبعاً كلنا من تمنى لدي الآن لكن هنشوف استطلاعات الرأي ونشوف الناس لابد شارك معانا الرؤية ومشاركات الجماهير معانا رايحة في أي اتجاه شاركوا معانا في إجابة هذا السؤال وفي نهاية الحلقة إن شاء الله هنعرض كل مشاركاتكم وفي ظرف ساعتين في إجابات وفي تفاعل كبير جداً على هذا السؤال من خلال صفحات القناة الرسمية لكن معانا النهاردة تلات تريندات تريند أهلي وتريند محلي وتريند عالمي وفاكرة سكايب إن شاء الله هتكون مفاجأة لكل المشاهدين فيها معلومات كثيرة جداً وإن شاء الله بنحضر لكم فيها مفاجآت رائعة بالنسبة لكل جمهور النادي الأهل لكن بسرعة نروح لعنوين الحلقة وترات تريندات النهاردة اللي هنتكلم فيهم أهلي ومحلي وعالمي في تريند الأهلي الأهلي يطلب مواجهة الوداد على استاد القاهرة أما التريند المحلي الدوري المصري يعود غداً وفي التريند العالمي نجوم الرياضة يتضامنون مع لبنان عنوين فيها تنوع وبنركز على تفاصيل صغيرة لكن بالآخر بنجيب الملخص اللي موجود عبر السوشيال ميديا عشان نوجهه لكل المشاهدين ولكل المشاركين معنا عشان نتكلم سواء بالنسبة للأهلي أو المحلي أو بالنسبة للعالم وبالتأكيد فيه تضامن كبير جداً من كل نجوم الرياضة سواء كرة القدم أو النجوم للعاب الأخرى مع الشعب اللبناني والحادث بالتأكيد اللي كان بالأمس ألمنا جميعاً وكلنا بالتأكيد بنقدم التعازي والتضامن مع كل الشعب اللبناني ومع دولة لبنان بالتأكيد خلال الفترة القادمة لكن في الفقرة الأولى دايماً معودينكم معنا في حاجة اسمها ترند الترند ترند الترند دي معلومة حصرية ما تقاليتش قبل كده وفي نفس الوقت ممكن تكون في قضية بنوضح الصورة للرأي العام بشكل خاص ولجمهور النيادي الأهلي تحديداً بالنسبة للمرحلة القادمة طيب من الأمس للنهاردة كان ترند الترند متعلق بنجم كبير كلنا بالتأكيد بنتمنى أن يكون معنا الفترة الجاية إن شاء الله لأنه أحد النجوم البارزين والصاعدين في الفترة الأخيرة ونتمنى له يا رب مستقبل كبير جداً مع النادي الأهلي الكابتن رمضان صبحي ترند الترند هنا هيوضح تفاصيل ومعلومات خاصة بهذا الموضوع لأن الكيس ده تحديداً على مستوى العالم فيه تفاصيل وبتختلف فيه الرؤى ما بين اتحاد والتحاد ونادي وآخر وقرة وأخرى بشكل عام الاتحاد الدولي فيفا لكورة القدم أوصى وليس قرر أوصى أن أي لعب عقده بينتهي سواء عارة أو عقده بشكل عام من الممكن بعد الاتفاق مع اللاعب أو ناديه الآخر الأصلي اللي بيتم عارته من خلاله يتم اتفاق ودي لاستمرار الفترة القادمة حتى نهاية الموسم إذا كان اللاعب بيلعب في دوري لم ينتهي الموسم اللي بيشارك فيه حتى هذه اللاصل الكيس هنا متعلقة برمضان صبح الكابتن سيدة بلحافظة مبارح كان لقال كلام مهم جدا ومحتاجين نشرح للناس تفاصيل صغيرة بمعنى إيه؟ لازم يكون في اتفاق بين الأهلي وهيدرسفيلد الإنجليزي ورمضان صبحي على استمرار ومد الأعارة حتى نهاية الموسم المحلي والإفريقي في مصر طيب إذا كان لسه فيه اتفاقات أو بيتم بعض الاتصالات في الفترة الحالية عشان الناس تعرف الفترة الجاية ممكن يحصل فيه أنا هتكلم بالشكل القانوني أو الشكل اللائحي بعد الاتصال بعدد من المسؤولين سواء في اتحاد القرى أو حتى كمان استطلعت أراء بعض الناس اللي موجودين في لجنة شؤوني اللي عمين بالاتحاد الدولي وتحديدا غرفة المنازعات لأن هنا الكلام بيبقى مهم جدا ولازم نشرح لجمهورنا التفاصيل الدقيقة في هذا الأب فيه نقطة غيبة على الناس ولازم الناس تاخد بالها من الموضوع ده الفترة الجاية حتى الإعارة لو انتهت بنهاية 36 عشان اللعيد يعود إلى ناديه الأصلي لازم يكون الترانسفير ماركت فترة القيد في مصر متطبقة مع فترة القيد في إنجلترا طيب هل الفترتين متطبقين بنفس الموعيد؟ لا فبالتالي حتى إذا تم الاتفاق أنا بتكلم بشكل عام في المعلومة حتى إذا تم الاتفاق على نهاية الإعارة بـ 36 هنا لو هيدرسفيلد طلب البطاقة النادي الأهل مش هيقدر يرسل البطاقة لأن اتحاد القرى في مصر ما زال فترة القيد أو موعيد القيد مغلقة ما فيش موعيد جديدة اللي كان منشور في يلا قورة بخصوص القيد ده كان متعلق بـ 2019 الفيفا لسه ما قررش موعيد القيد بالنسبة لمصر خلال الفترة قادمة لأن الدوري لسه هيبدأ من بكرة ولسه مش عارفين نهاية الدوري إمتى عشان تفتح القيد قبل نهاية المسابقة بشهر طيب في إنجلترا القيد هيكون موجود على السيستم من إمتى؟ أو تقدر تبعد بطاقة أو تسجل من إمتى؟ من 27 سبعة اللي هو خلاص بدأ من حوالي أسبوع إلى 16 أكتوبر هل لغاية 16 أكتوبر هيكون القيد في مصر؟ بدأ ولا ما بدأش؟ محدش عنده أجابة طيب حل الموضوع عن عندي مين؟ هذا الأمر تقرر في بعض الدوريات وفي دول أخرى هنا الأمر بيكون متعلق باتحاد قرة القدم المصري بيطلع منشور لكل أنديت الدوري المصري إن أي لعيب إعارته هتنتهي بعد 36 يقدر يكمل المسلم بتاعه بعد الاتفاق مع اللاعب خلال الفترة القادمة اتحاد الكورة إذا اتخذ هذه الخطوة خلال الساعات القادمة زي ما فيه دول خلت هذا القرار زي المغرب زي السعودية زي الدول اللي بتكمل مسابقتها لغاية اللحظة دي هنا بيضمن مصلحة النادي التابع ليه ومصلحة اللاعب المعار اللي بيلعب في هذا النادي اللي الدوري بتاعه لسه ما انتهاش هنا انت هيكون معاك يعني دور رئيسي لاتحاد الكورة بيأكد فيه على معلومة إن اللاعب المعار بيكمل لغاية نهاية الموسم المحلي والإفريق نفس الأمر بيتقرر في المغرب عندك محمد الناهيري اللاعب نادي الوداد الزهير الأيمن عاد انتهى لكن طلع قرار من الاتحاد المغربي اللاعب اللي عاد انتهى أو اللاعب المعار ده هنا بقى منشور رسمي من الاتحاد المحلي عشان يضمن مصالح النادي واللعب فبالتالي بيقدر يكمل حتى نهاية أعرض كل ده متعلق في إطار عام أنا بتكلم في إطار عام أكيد فيه اتصالات بتتم في الفترة الحالية بين النادي الأهلي ونادي هيدرسفيلد ومع رمضان صبحي أصلاً كمان في فكرة إن المفاوضات إن شاء الله يعني خلاص دخلة في مراحل متقدمة وإن شاء الله رمضان هيكون لاعب في صفوف الأهلي خلال الفترة القادمة دي نقطة كنت تنسى تأكد عليها مبارح وكنت نقطة مهمة جداً وإن شاء الله ما يكونش فيها أي جدل إن رمضان صبحي يكون لاعب في صفوف النادي الأهلي لكن هي الجزئية المهمة حتى إذا ما تمش الاتفاق والأعارة نهايتها تلاتين ستة أنا مش هادر أبعط البطاقة لأن الترانسفيرا عندي لسه مغلق وفي إنجلترا آخر يوم الله أعلم وقتها هنا الترانسفيرا هيكون بدأ ولا ما بدأش فبالتالي كلنا رايحين في اتجاه الاتفاق الودي وفي النهاية مش هيكون فيه أي أزمة كان لازم نشرح للناس الجزئية دي عشان نازم الناس تعرف إن فيه فرق ما بين موعيد القيد في مصر مع موعيد القيد في إنجلترا وإن شاء الله المفاوضات خلال المراحل متقدمة الفترة الجاية هتكون في صالح النادي الأهلي ويحتفظ به نجم المتقلق رمضان صبحي كأحد الدعام الأساسية في صفوف فريق النادي الأهلي نخرج إلى فاصل ثم نواصل أهلا بحضراتكم من جديد بعد الفاصل وبالتأكيد نبدأ نتكلم بقى على ما كتب على أهلي في السوشيال ميديا وتحديدا من خلال تريند الأهلي وفقر التريند الأهلي في تويتات كتيرة بتتكلم على النادي الأهلي نبدأ الأول من الحساب الرسمي للنادي الأهلي نشر عبر تويتر صورة لخطاب نادي ريال مدريد للنادي الأهلي عقب مباراة القرن وكتبت صفحة الأهلي اليوم على الفيسبوك إحصائيات لرمضان صبحي مع الأهلي محليا في الموسم الحالي أما الحساب الرسمي لموقع يلا قورة على تويتر نشرت فيديو عن احتمالية غياب رمضان صبحي عن المشاركة مع الأهلي في المباريات ومدى تأثير رمضان على هجوم الفريق وأيضاً الأهلي يتفوق للأهلي أما الحساب الرسمي لموقع يلا كورة على الفيسبوك نشر تصريح للعميد محمد مرجان بيؤكد فيه أن الأهلي طلب خوض مباراة الوداد على استاد القاهرة وأن موقف الجماهير لم يتحدد ونشرت الصفحة الرسمية لموقع في الجول تصريح لأحمد حجازي بيتمنى فيه فوز الأهلي بدوري أبطال إفريقيا ومن الحساب الرسمي للوطن سبورت قالت عبر تويتر أن بديل علي معلول يتمسك بالرحيل عن الأهلي كمان الصفحة الرسمية لموقع سوبر كورة على الفيسبوك كتبت أن الأهلي نفع إشاعات وجود عروض لقهربا وديانج وباتجي وصفحة استاد الأهلي على الفيسبوك أيضا أشادت بمستوى الشناوي أما صفحة ماجيكانو على الفيسبوك نشرت سؤال عن اختيار ديانج أو حمد فتحي لمباراة الوداد في حال جهازيتهم إن شاء الله هما الاثنين ما تمنى يا ربا الاثنين يكونوا موجودين أما لعبنا محمودة قهربا نشر ستوري قدامكم على الشاشة على الإنستجرام هنأ فيه زميله حمد فتحي بشفاءه من فيروس كورونا أخيراً حب الأهلي ملوش حدود محمد داجابر أحد جماهيري الأهلي نشر عبر حسابه على الإنستجرام صورة لمقر عمله وتم تصميمه بروح الأهلي الفيديو هيكون معنا نتكلم عليه أهلاً بحضراتكم من جديد وبنتكلم بتأكيد من خلال ما كتب عبر صفحات السوشيال ميديا للعديد من المواقع الرياضية وحتى الصفحات الجماهيرية اللي مهتمة في شكل كبير جداً بالنادي الأهلي ولاعبيه خلال الفترة الأخيرة أول حاجة الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر تويتر اهتم بشكل خاص بذكرى مباراة ريال مدريد زي مبارح مر على هذه المباراة في حدود حوالي 19 سنة مباراة كانت كبيرة مباراة عظيمة الخطاب اللي أمانك على الشاشة ده كان خطاب من نادي ريال مدريد للنادي الأهلي عاقم مباراة القرن المباراة اللي فاز فيها الأهلي على نادي ريال مدريد الملكي اللي كان مدجج وقتها بأبرز نجوم القرى الأوروبية والعالمية الخطاب فيما معناه ومضمونه أن طبعا ريال مدريد بيقول للنادي الأهلي احنا شركاء وأي انتصار للنادي الأهلي هو انتصار لنا روح رياضية بين نادي القرن في أوروبا ونادي القرن في إفريقيا وعظماء القرى في العالم بين الأندية الكبيرة على مستوى العالم والنادي الأهلي دائما وأبدا بيشرف القرى المصرية برضو معايا يمكن الحساب الرسمي لموقع يلا قورة عبر تويتر نشر فيديو عن احتمالية غياب رمضان الصبح عن المشاركة مع الأهلي في الفترة القادمة حسب الاحتمالية طبعا تبقى للمعلومات اللي ذكرت بالأمس من خلال الكابلن سيد على الفترة القادمة لكن يلا قورة اهتم بالناحية الفنية تأثير رمضان على هجوم الفريق فيديو انفو جرافك كده معمول بسيط بالنسبة لمشاركة رمضان أو تأثير غياب رمضان على الفريق خلال الفترة القادمة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة طبعا احنا بنتكلم على احصائيات وارقام وسكاوتينج يلا قورة اهتم بنشرها بخصوص مشاركة رمضان صبح مع الأهلي خلال الفترة الأخيرة التمريرات القصيرة التمريرات الطولية المراوغات الاهداف الاسست كلها بالتأكيد ارقام وسكاوتينج يبتون مهمة جدا في عمل اي مدير رفل لكن النادي الاهلي تيم جماعي فريق بيلعب ب11 لاعب من اول حارس المرمة لغاية رأس الحربة بالدكة وكل القائمة الاهلي لا يقف بالتأكيد على اي لاعب وكل اللاعبة بالتأكيد ان شاء الله بيكون لها دور مع النادي الاهلي خلال الفترة القادمة طيب برضو معايا من الحساب الرسمي لموقع يلا كورة على الفيسبوك اتكلم على تصريح لنعميد محمد مرجان في فكرة ان الاهلي طلب خوض مباراة الوداد على استاد القاهرة وان موقف الجماهير لم يتحدد حتى الان النقطة دي مهمة جدا لان من دلوقتي النادي الاهلي بيحضر بشكل جيد لمباراة يوم 3 اكتوبر تم مخاطبة اتحاد القرى المصري ومن سما طبعا بالتأكيد تم مخاطبة اتحاد القرى الافريقي في شأن هذا الموضوع وتم الاتفاق الاهلي عايز يلعب على استاد القاهرة الملعب الرئيسي عليه لان ده اخر ملعب الاهلي لايب عليه مباراة سانداونز في دور الثمانية فبالتالي ملعبه الرئيسي والاساس حضور الجماهير زي ما قد تلك لكم بالامس يعني النادي الاهلي عايز الجمهور يحضر لكن انا بأكد لكم ان حضور الجماهيري هنا متوقف على الارشادات الطبية اللي ممكن الاتحاد الافريقي يقررها خلال الفترة القادمة اللي هيتطبق على مصر هيتطبق على المغرب ولو فيه اعداد محددة واللجنة الطبية في القعف هي اللي هتقول الرؤية في هذا الامر ده هيبان في الفترة اللي جاي اذا كان في حضور وبعدد النادي الاهلي هيتشتغل على هذا الملف وازالي الجمهور ان شاء الله يكون مؤازر وحاضر مع النادي الاهلي في المباراة ان شاء الله الفترة اللي جاي طيب عندنا خابرين او على حساب الوطن الحساب الرسمي للوطن عبر تويتر يتكلموا فيه ان بديل علي معلول بيتمسك بالرحيل عن الاهلي هنا احنا بنتكلم على مثلا محمود وحيد الظاهير الايصر في النادي الاهلي اللي ممكن يكون بعيد لبعض الفترات لكن في الفترة الحالية مفيش حديث على فكرة انتقالات او صفقات او راحلين او حتى معارين لسه المسن بيبدأ من جديد بكرة ان شاء الله بعد غياب اكتر من حوالي 140 يوم فبنتكلم على فكرة ان لسه قدامنا شهرين ثلاثة كل المتغيرات اللي ممكن تحصل في عالم كرة القدم ممكن تحصل في الشهرين الجايين دول لعب اساسي لقدر الله غياب ايقاف اصابة بتلاقي نفسك بتلعب بالبديل وبرقم ثلاثة وبربعة لازم تقايمك والله هتكون متاح عندك فبالتالي في الفترة الحالية لو في معلومة ممكن بنامل عليها سبوت معين عشان نوضع حقيقتها بالنسبة لجمهور النادي الاهلي نفس الامر واحنا بنتكلم على الصفحة الرسمية لموقع سوبر كورا برضو هتم بفكرة ان الاهلي نفى الشائعات المتواجدة بخصوص العروض اللي جات ليه كهربا وديانج وباجي مين ممكن في التوقيت ده هو لسه بيكمل الدوري بتاعه يطلب لعيبة من نادي لسه الدوري بتاعه مخلص يعني انت هتكلم في كهربا وقاليو ديانج وقاليو باجي لسه قدامنا شهرين ثلاثة لسه عندنا مشوار افريق لسه عندك مشوار محلي فبالتالي على اي اساس ممكن تحدد اذا كان ممكن فوق عروض او ما فيش عروض سواء من نادي هيطلب او حتى النادي الاهلي ممكن يقرر اذا كان هيوافق ولا مش هيوافق ايا في العموم بتبقى كلها اجتهدات وحتى السوشيال ميديا ساعات ممكن بتهتم بهذه الاجتهدات او حتى بقى خلاص فيه زكاء عند الجماهير بعد هذي الاخبار وبعد هذي المعلومات ممكن الناس خلاص ما بقتش تهتم بيها نتيجة طبعا صوابق عديدة وكثيرة على اللاعبين قالوا عليهم كتير كانوا يرحلوا وفي مباراة واحدة اختلفت الرؤية واختلف الفكر بنسبة 100% اخر حاجة معنا في ترند الاهلي ودي لقطة هنبدأ نتعامل فيها بشكل مباشر مع جمهورنا الفترة الجاية اي صورة اي فيديو اي تفاعل لجمهور النادي الاهلي هيكون هنا من خلال برنامج الترند هنعرضه ان شاء الله بإذن الله الفترة الجاية دايما هيكون التواصل سريع مع جمهورنا في اي لحظة لان الفيديو اللي معنا ده هو فيه حاجة حلوة مش طبعا مصري فيها حاجة حلوة لكن الفيديو ده بيوري لك ان فيه حاجة حلوة الحاجة الحلوة دي ما بين النادي الاهلي وجمهوره انا مش هقول كتير في التعليق على هذا الفيديو لان الفيديو هيكون معبت شوفوا مختطفات منه وازاي احد مشجيع النادي الاهلي عبر صفحته الرسمية على الانستجرام ازاي يهتم وازاي طب تعالوا نشوف موسيقى 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 عشق الاهلي ملوش حدود شفت المشهد شفت الصورة مهما وصفت ومهما قلت الصورة معبرة لوحدها مكان استراحة او مكان عملك وانت باعيز تبقى جوة النادي الاهلي حياتك كلها النادي الاهلي مفيش وصف يقدر يوصف الصورة او الفيديو ده اكتر من الصورة نفسها وصفت حب جماهير النادي الاهلي في كل مكان انتابع معاكو هذا الامر وخلال الفترات القادمة ان شاء الله اي صورة او اي فيديو معبر عن هذه الحالة اعرضها من خلال برنامج التريند فاصل ثم نواصل اهلا بحضراتكم من جديد وبالتأكيد ده فقرة مهمة جدا فقرة السكايب هذه الفقرة مهمة جدا عشان هنتكلم على تفاصيل متعلقة بدوري ابطال افريقيا وتفاعل السوشيال ميديا سوا في مصر في المغرب عندكم اربع فرق جماهيرية ذات طابع شعبي كبير جدا طبعا لولا الكورونا كان يبقى الوضع مختلف جماهير الاهلي جماهير الزمالك جماهير الوداد جماهير الرجاء بتتكلم على تفاعل كبير جدا عبر السوشيال ميديا من اول ما تحددت اطراف المربع الزهبي لذلك عبر السكايب لازم يكون لنا تواصل مع اشقائنا في المغرب بالتأكيد هنذهب مباشرة عبر السكايب مع احد الكتاب الصحفيين المتميزين زو التفاعل الكبير عبر السوشيال ميديا والمصدقية العالية مع جماهير القرى المغربية وايضا فيه متابعة كبيرة جدا من جماهير القرى المصرية خلال الفترة الاخيرة الأستاذ منعم بالمقدم الناقض الرياضي في الجريدة الاوسع انتشارا في المغرب جريدة المنتخب المغربية أستاذ منعم برحب بك عبر شاشة قناة النادي الاهلي شاشة نادي القرن سعداء بتواصلك معنا وبالتأكيد عندنا موضوعات كتير نتكلم فيها منور أستاذ محمد وشكرا لك على هذه الدعوة وأكيد لي كل الشرف بأن حل ضيفا على قناتكم الكريمة مع خالص التوفيق ولو يساوي نشك في أن التريند محمد سعيد وكافة البرامج الجديدة والمنقحة على قناة نادي الاهلي تجد لها صدا كبيرا ومرة أخرى أجدد لك الشكر على هذه الدعوة الكريمة أولا نحن كنا سعداء بالصدى الكبير للافتتاح قناة الاهلي في الشكل الجديد والانطلاقة وكاد فيه ردود فائلة إيجابية جدا من الجماهير المغربية وحتى من الكتاب والألمين المغربة وكالليك دور وشاركت في هذا الموضوع هذا ليس بجريدة أستاذ محمد نادي الاهلي نادي علامة مميزة كنادي كمرجع كنادي القرن كما أسلفت نادي بتاريخ كبير ومؤكد أن قناة نادي الاهلي لا يمكن أي أن تطابق هوية هذا الفريق المرجعي بكل تأكيد لم نتفاجأ قطعا هناك إطلالة بنسخة جديدة وبشكل عالمي أقول عالمي على مستوى الفلاطوهات على مستوى المقدمين لكن لم نتفاجأ للحظة من اللحظات لأن نادي الاهلي عودا على مفتل هذه المفاجآت الكبيرة الله يخليك يا أستاذ مينان طيب تفاعل السوش في الميديا مباراة السيمي فاينال للأهلي والوداد والزمالك والرجاء والأمور راح توجد كذا مرة لا مباراة في ملعب محايد لا النهائي في الكاميرون لا نرجع لنظام الزهاب والإياب تفاعل السوش الميديا مع هذه القرارات إلى أن اعتمدت لجنة الطوارئ توصيح لجنة الأندية بإقامة زهاب وإياب ومن خصن الحظ طبعا هناك في المغرب أن المباراة ستقام بعد نهاية الدور المغربي هو التفاعل محمد أنت قتلت كل إطارة وكل تشوير أقول هذا لي أنك كنت صبقا عبر العديد من القصصات عبر العديد من المناشر الويكيليكسية عبر العديد من التسريبات طالما أحطت بهذه القصص وقلت بأن الدوري سيعود إلى نظام الذهاب والإياب في فترة سابقة صحيح كان هناك أخذ ورد وهذا الأخذ ورد وهذا الشد والجذب خلف تفاعل لخبطة هذه اللخبطة لم يسبق عن عائشة مسابقة أفريقية صحيح كما قلت هناك إكراه كورونا لكن الاتحاد الإفريقي وجد نفسه في ورطة يمكن أن نقول بأنه أنا شخصيا تعاطفت معه لأنه وجد في لحظات من اللحظات رهينة بين أيدي التربيطات لوبيينغ لوبيات تتحكم في سير الأمور وأن تتأدلن الناس بهذا في نهاية المطاف جماهير الوداء دراجها الزملك والأهلي وأعتقد بأن خوض نظام الذهاب والإياب في إنصاف لكل هذه الأطراف الأربعة أستاذ محمد هذا هو النظام الذي يتحفظ كل مبدأ تكافؤ الفرص وأعتقد بأنه لا يبخص لأي نادي من الأدير الأربعة حقها أو يضمن لها 25% لكل نادي وفقى النظام الجديد وهو النظام أعتقد بأنه عادل بكل المقاييس يعني في ارتياح كبير حتى في الشرع المغربي رغم أن مباراة العودة ستكون موجودة في مصر سواء للطرفي الأهلي والزمالك شوف أنت تتحدث عن ستوشيال ميديا وهذا برنامج درين يتحدث عن التفاعل الجماهير سواء الوداء والرجاء لعب فارغة من الرقم الأول وأقول ليس اللعب 12 ولكن اللعب رقم واحد له الجمهور كل الظروف أصبحت على طرف المساواة بين كل أندير الأربعة لا يوجد مركب نقص لا توجد هواجس لا يوجد قلق الراجاء سبق لهواء اللعب في مصر مباراة أيام عديدة الوداء نفس الشيء أمام الأهلي وبالتالي أعتقد بأن الارتياح سائد هنا داخل طرف قطبة الكرة المغربية الوداء دراجة يقولون بأن الحسم يجب أن يكون في الدار بمركب محمد الخامس ولكن مثل هذه المباراة ووفق الظروف الجديدة وفي زمن كورونا الأمور قد تحسم وتفاصيل الله سبحانه وتعالى أدر بها أعتقد بأن محمول على إطارها هذه نسخة بدأت مجنونة وعتقد بأن ستنتهي غريبة وبجونة أكبر محمد نتمنى تنتهي نهاية سعيدة ما تكونش نفس النهاية العام الماضي حتى هذه اللحظة مش عارفين الكاز مع مين مع الترجي ولا مع الوداد لا 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 ما في شك هذه كون على يقين والتي أصبحت صبحة من الماضي حتى الأطراف كرة القدم المغربية والمصرية هناك ندية هناك صرع ولكن لا أعتقد بأن نفس الصورة ونفس مشهدة سيتكرر أصبح من الماضي وكما قلنا مايو 2019 وضع قطعة مع كرة القدم بمظاهر الفساد وبمظاهر كل اللعب الغير نظيف التي شهدنا في ملاعب تونس للأسف الشديد في نسختين على التواليد سواء أمام الأهلية أو أمام الوداد اليوم نحن أمام طبق رباعي الكرة النظيفة كرة شمال أفريقيا عندية مغرب ومصر هي المنتصرة في نهاية مطيف وبكل تعقيد أنا دي أدي أن نشاهد ديربياً مغربياً أنت قد تتميلوا إلى كفة كلاسيكو مصري في النهاية الكرة العربية هي المنتصرة في هذا الطبق أكيد أكيد روح رياضية ممتازة منك كعادتك طبعاً أستاذ زمنعم طب فيه سؤال مهم جداً تحديد موعد نهاية الدور المغربي 13 ستمبر هو اللي إدى المساحة للاتحاد الإفريقي أن يلعب مباريات النصف النهائي والنهائي بعد نهاية الدور المغربي لو كان الدور المصري فيه أجندة واضحة كان هيكون الأمر أسهل على الاتحاد الإفريقي في تحديد موعد منذ فترة تتفق معايا؟ ما متفق معك تماماً لأنني تابعت ووكبت عبس الشوش الميديا وعبر تدويناتك وعبر العديد من المناشير لزمال إعلامي المصريين كانوا يضغطون على اتحاد الجبالية لللجنة الخماسية من أجل تحديد الرزنامة تأخرت لكن بوفق المصادر التي توقع الاتحاد الإفريقي صار وفق الأجندة المغربية يعني نهاية الدور المغربي يوم 13 وبالتالي منح فرصة 10 أيام راحة أو 12 يوم راحة من أجل دخول غير مغربي نهائي أو نصف نهائي الأمور ارتبطت بما وضعوا اتحاد الكرة القدم المغربية لغاية اليوم أقول لك هناك مستجد كورونا تستشري بشكل كبير داخل المغرب اليوم مصير الدور المغربي غامل معقولة في مشكلة حاليا محمد اه تفضل نعم محمد هناك تأجيلات جديدة في الدور المغربي ما نتمنى هو أن ينتهي الدور المغربي فعلا يوم 13 سبتمبر إلى غاية اللحظة على الورق هو منتهد لكن كورونا لا ترحم أحد ولا تستأديم تدخل بلا استئدام نطلب الله سبحانه وتعالى أن يقينه ويقولكم شر هذا الوباء على العمور موعد عصبة أبطال إفريقيا من أجندة الكاف ارتبط بما قرره اتحاد الكرة القدم المغربي هذا لا شك فيه أستاذ أكيد وكما أنتم مقبلين على مباراة نهضة بركان والرجاء وكان فيه إصابة تقورونا في نهضة بركان فممكن يكون فيه يعني مش أكيدة أن المباراة تكون في موعدة حتى هذه اللحظة مباراة المغرب التطواني الرجاء تنقل سوب الشمال عبر البوراق وإلى غاية اللحظة هناك الجمع المحافظ نقول المحافظ هو عامل مدينة تطوان والسلطات من أجل اتخاذ قرارات هناك ذا البكاء اتحاد الكرة القدم المغربي لا يرى مجال للتأجيلات السلطات تعمل وفق مقاربة أخرى إن تضح لها هناك خطر فإن تتدخل تدخلت الأسبوع المنصري مؤلغت أو أوقفت مباراة تمارا وندي القناتري وبالتالي الأمور غير واضحة هناك كما قلت لك قرار عودة الدول المغربي في هذه الظروف كان يجب أن يرتبط بترايوت وبحكمة أكبر على العموم الأمر الواقع قد سلمنا به ما نتمنى هو أن تسير الأمور وفق ما هو خطط له اتحاد الكرة القدم المغربي وتنتهي المباراة كلها يوم 13 سبتمبر ولو أن الماء أمر صعب وصعب جدا ولسه كمان نستنى نشوف قرار الكاف في مسألة حضور الجماهير في مباراة النصف النهائي سواء في مصر أو المغرب لسه الأمر حتى هذه اللحظة مش مؤكد أنا في منظوري الشخصي وكان لي تواصل مع مسؤول أكد لي بأن مسألة حضور الجماهور بالمغرب مستحيل 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 لأن من الآن إلى غاية سبتمبر الرؤية غير واضحة صحيح هناك هامش زمني لشهر ونصف ولكن على ضوء المعطيات على ضوء ما هو في التقرير الرصد الوبائي لكورونا يصعب إن لم يكن مستحيلا كما بلغني حضور الجمهور خمسة آلاف عشرة آلاف غير واردة بالمرة قد تتخذون هذا الإجراء بمصر قد تلعبون بالجمهور قد يقول تقول أطراب جماهير الويداد والرجاء ليس هناك تكافر الفرص ولكن هذا قرار سيادي مرتبط بقرار السلطات وليس بقرار أجهزة ريادية ملعب محمد الخامس لن يشهد حضور الجمهور لا في مباراة بيراميز وحرية كونكري ولا في مباراة الويداد والرجاء ولا في مباراة بركان وحسنية أجادية طيب آخر سؤالين بسرعة عشان هو الوقت يجري معك بسرعة جدا نهاية إفريقيا ممكن يكون فين لو الطرفي مصري مغربي عندك معلومة أكيد أعيد سؤال محمد نهاية إفريقيا إذا كان الطرفي مصري مغربي ممكن يكون في أي دولة عندك معلومة ممكن أن يتدولة لتقدم للإستضافة قبل 17 أغسطس كن على يقين المغرب سيتقدم بترشيحه استباقاً لأي حدث لأنه في احتمال تأهل للنادي مغربي سيكون هناك لوم الاتحاد الكرة القادمة المغربي وبلغني على أن المغرب سيترشح بغض النظر عن من النديان اللي سيتأهلان إن تأهل نديان مغربي أكيد النهاية سيلاح في المغرب بس الكاف قال مصر والمغرب ما يقدموش لغاية لما نشوف من الدول هتطلب هناك الحديث عن سينيجال والحديث عن طنزانيا والحديث عن رواندا إلى غاية اللحظة تمام ثلاث بلدان تمام لكن المغرب سيتقدم من وجهة نظرك ومعلوماتك برضه المغرب سيتقدم لأنه في حال تأهل الوداد والرجاء النهائي سيلعب في الضار البيضاء كما سيلعب نهاية الكونفدرالية بالرباط هذا أمر محسوم فيه تمام طيب نقطة أخيرة في ارتياح في المغرب بعد استبعاد بكاري جسامة من الحكام المرشحين لكاس العالم هذا ما فيه شك هذا ما فيه شك وأنا كإعلامي ينبغي أن أتحل بنوع من الرزانة ومن الحكمة ولكن أقول بأن مجرد حضور قسمة في مباراة نادي من أندية المغرب أو مصر سيشعل سيوتر سيشعل الأجواء أفضل قرار الاتحاد الإفريق اتخاذه والاستبعاد لدى الحكم تذكر معي واقعة عماد متعب أكيد وتذكر معك واقعة رادس بالتالي درأ لكل الشبهات ولكل التباس كي تمر الأمور على أفضل ما يورن بين لقاء الأشيقة المغاربة ومصر ينبغي استبعاد هذا الحكم لأنه كان طرفا أساء بشكل أو بآخر إلى النهائيات الأخيرة التي لعبت في عصفة طبطال كرة القدر الإفريقية محمد فيها تي سيما فيها حكم خبار فيها مالانجا فيها أمين عمر فيها غربان لا يوجد فيها قسمة فقط ينبغي استبعاد هذا الحكم والجماهر الودادية تعبر عن ارتياحة الاستبعاد هذا الحكم هذا ما فيه شك محمد زميل العزيزة منعب المقدم الناقد الرياضي في جريدة المنتخب المغربية بشكرك شكرا جزال هذه الإطلالة والمشاركة معانا عبر السكايب من المغرب وكانت معلومات مهمة جدا بالتأكيد بخصوص دورة أبطال إفريقيا والمستجداد بالنسبة للفترة القادمة نخرج إلى فاصل وبعد الفاصل ما زال لدينا الكثير في حلقة التريند أهلا بحضراتكم من جديد والفقرة الأخيرة من برنامج التريند وبنتكلم بقى عن القرى العالمية والتريندات العالمية في اللحظات وفي المتابعة برسوشال ميديا في الأيام الأخيرة أو الساعات الأخيرة طبعا كلنا فوجانا من حادث الانفجار اللي وقع في لبنان وقلوبنا كلها مع الشعب اللبناني للشقيق وصار عدد كبير جدا من نجوم الرياضة سواء في مصر أو حتى في كل دول العالم لدعم لبنان وشعبها من خلال عنوين عن قلها مع حضركم البداية كانت مع محمد صلاح نجم مصر ونادي ليفربول الإنجليزي اللي نشر صورة تعالم لبنان عبر حسابه الرسمي على الإنستجرام وكتب عليه صلوا من أجل لبنان كمان الحساب الرسمي لنادي برشلونة الأسباني نشر عالم لبنان وقدم التعازي لكل الشعب اللبناني الحساب الرسمي لسبورت 360 على تويتر قال أن تربزون سبورت تركي تقدم بعرض رسمي لضم محمد النني على سبيل الإعارة وأعلن الحساب الرسمي لمنشستر سيتي على تويتر أيضا التعاقد مع فيران توريس قادمة من فلنسيا حتى عام 2025 ونشرت الصفحة الرسمية لموقع يلا كورا على الإنستجرام تقارير عن شكوك حول جهازية هازارد للمشاركة أمام سيتي بدور الأبطال كمان أعلنت الصفحة الرسمية لموقع في الجول سلبية جميع فحوصات لعبية ريال مدريد قبل السفر لإنجلترا لمواجهة منشستر سيتي طبعا معظم الكلام رايح في الانتقالات وكان تضامن مع لبنان في الحادث الإرهاب اللي حدث سابق الأمس لكن مشاركات الجماهير بالنسبة لنا مشاركات مهمة جدا نحب نتكلم على سؤال اللي كنا طرحناه كان سؤال متعلق الفريق الأبرز أو شايفين بعد عودة نظام الزهاب والإياب من الفريق اللي هيكون أكثر حزوزا في التأهل للمباراة النهائية ويكون سعيد الحظ بالوصول لختام المصابقة الإفراقية للأميرة الصمرة هابدأ الأول بتفاعل الجماهير بالنسبة لسؤال الحلقة عبر تويتر واللي بدأ من خلال علي العسى وقال الأهلي مفيش كلام محمد عبدالصبور قال الأهلي طبعا وسامة الشريف قال جميع الفرق كلها حظوظها متساوية محمد السيد قال بإذن الله الأهلي والبطولة التسعى إن شاء الله هذا الموسم باسم الأهلي أحمد علي قال الأهلي والزمالك لأن أول مباراة في المغرب والعودة في مصر أتمنى يكون النهائي الأهلي والزمالك عمر قال بإذن الله النادي الأهلي تامر بإذن الله الأهلي نادي القرن سيمر للنهائي كالعادة محمد عبد المعطي قال النسب كلها متساوية الفريل أجهز بدنيا واللي عرف في جاهز نفسه في فترة التوقف هو الأوفر حظا طيب ده كان من خلال تويتر طيب نشوف الفيسبوك كان فيه برضو تعليقات أخرى لعدد من المشاركين والجماهير البداية كانت مع يسري عبدو يسري عبدو قال الأهلي لأن كل الفرق تدافع أمامه وتلعب على المرتدة أو تنتظر ضربات الجزاء لأن الأهلي يلعب دائما على الفوز إبراهيم عبد الشافي قال الأكيد الأهلي لأن خبرات اللعيبة مش هتفرق معها ولا النظام الجديد ولا الأديم الأهلي هاشتاج ملك إفريقيا محمد عبد المجيد قال الفريقين اللي هيتلعب الإيابة على أرضهم هم الأوفر حظا وحسام جلال قال بإذن الله تكون البطولة أهلاوية وأحمد المصري قال إن شاء الله يكون المفيد أو هذا النظام مفيد للمارد الأحمر ويحقق البطولة التسعة وعبد العزيز أو عبد العال عزة قال الأهلي والرجاء في النهاء إن شاء الله وحسني إيهاب قال الأهلي مش هيفرق معاه وكان عدد من المشاركات لعدد من الجماهير في الإجابة على هذا السؤال من الفريق الأقصر حظوزا نتمنى يا رب إن شاء الله يكون النادي الأهلي أكثر حظوزا ومتأهل بإذن الله المباراة النهائية ونظام الزهاب والإياب يفيد النادي اللي يقدر يلعب مباراة تاكتيكية وبدنية وفنية على أعلى مستوى بشكر حضراتكم الحسن المتابعة والمشاهدة وبإذن الله نلتقي في حرقات أخرى من برنامج الترين شكرا وإلى اللقاء اشتركوا في القناة